موسيقى عودة لحتى نلتقى واكيد انتبع فقراتنا بعالم الصباح عنا نفتات كتير حلمين بألوان عين جد بعبروا اكتر عن هشاتوية رح تخبرنا عنهم كيندا بأرض ورد موسيقى 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 البردو والاخضر الغامق الزيته الوان شاتوية عن جد هلا في من هيدور الالوان بالمسال هادية بس قديش ان ام ملاقه بس على الكلان ديما بيكونوا غير وبيكونوا عن جد هيك طبيعية يعني الوان مخلوطة معبادة الوان طبيعيا حلمين وليبقين معبادون لأنهم بالطبيعة هيكي الكلاتية هو اسم نبتتنا لليوم وهي عن كل حال بيقولوا أنه لأنه هالالوان يلي موجودة فيها مش موجودة بغير أنواع من النباتات ممكن بشكل الورقة أو بالالوان يلي موجودة فيها عم نشوف أول شي إذا بدنا نشوف الورقة كتير شكلها مميز بالخطوط يلي موجودة فيها بالدنتال يلي على التراف كمانا وحتى الخطوط يلي هوني واللون الغامق متل ما قلت غادة مع الروفير يلي عم نشوفه كمانا لون هيك بردو غامق كتير حلو مشان هيكي عادة الكلاتية إذا كان بدنا أنه تبين حلوة بالبيت بدي يكون وراها خلفية فاتحة مش لازم أنه يكون الحات كتير غامق وإلا ما رح تبين رح تضيع مع الخلفية اللي هي وراها كتير حلوة تكون وراها حات أبيض ما يكون وراها خشب غامق مثلا أو الحات غامق أو البردية تكون فاتحة كمانا إذا كانت قريبة من المصدر الضو وعادة الكلات هي من النبتات يلي لازم تكون لحديد المترين مترين ونص مش أبعد من هيكي عن مصدر النور يلي لازم نحفظه عن هاي النبتة هي أو المفتاح يلي بيخليها تضلها محافظة على هالشكل حلو تبغلها هو الارتوبة العالية يلي بدنا نضل محافظين عليها لأنه هاي النبتة وصلتنا من مناطق رتوبة فيها كتير رتوبة يلي هي أمريكا الجنوبية والحرارة المعتدلة لازم تكون أو الميللة الدافية أكتر ما أنه تكون حرارة منخفضة مشان هيك هي نبتة داخلية نحنا بنعرف أنه كل هالنبتات هيدولة يلي بيجونا من هيك مناطق عادة ما بنقدر أنه نخليوني تأقلموا برا بجنيناتنا لأنه نحنا عنا تغييرات كتير بالتقص وعننا فصول مختلفة وعننا برد وبعدنا شوب وبالتالي هيك نبتات ما بنسبها ما بتعيش مني كتير نحتم فيهم جوة بالداخل بتكون أزبط عنا هالمشكلة اللي هي الارتوبة خاصة أنه نحنا كتير من أقلم الداخل حتى يناسبنا كمان والحرارة ناسبنا وبالتالي بيصير في عنا جفيف يعني هلا بعد شوي مبلش بسه يصير في تدفئة بالبيوت بيصير في نقص بالارتوبة هلأ نحنا منحس فيها هيدا النقص بالارتوبة كيف ته النبتات اللي هي فعلا بحاجة لهيدا الجو اللي فيه رتوبة حتى اللي تقدر تتنفس وتقدر أنه تعيش مني كيف أنه نعود عن هيدا الشيء أكيد صرنا منعرف أنه فينا نعمل عدة طرق مع هيك أنواع من النبتات اللي ما بدي أبدا أنه يصير فيه بقع على الوراق طب أولا منخاف أنه يصير فيه عندي بقع إذا برشها بالماء الأفضل هو أنه يكون فيه عندي ماء تتبخر وتوصل للوراق هيدا الشيء بنعمله بأنه نحط حدا كبير أو إذا بدنا فينا حدا ثانية من الماء لأنه أيام كتير بتشوفه بكتب أو بمراجع بيقوله لك حتى ثانية من الماء ننتبه فيك تحطيها بحدا ثانية ما لازم أنه توصل على الجزور لأنه بتصير كأنها منقعة بالماء كل الوقت بيقولولك حتى صينية بحث يعني فيه حجار صغيرة أو بحث وبعدين حتى الماء لحتى يضلكه أعلى وبهالطريقة الماء بتتبخر دغري من تحتها للنبتة لحتى يوصل على الوراق طب أولا بتكوني عم تعملي حواليا جو رتب مشترول لكون القودة كلها سوارت بك إذا منعمل هيدا الشيء كبيرت ماي أو الصينية منكون يعني ساعدناها 90% قطعنا الأشياء اللي هي بحاجة لألال لأنه أكتريت الأيام بتغير لونة وبتسود وقت اللي بيسيفة عندي جفاف بالغرفة اللي هي موجودة فيها أكيد بالدسقية كمان بس مثل كل النبتات اللي منعرفهم بالداخل إذا كان بمثل هالطاقسينا مرة بالأسبوع عشرت النسق كتير منيح نسق كتير منيح بيكون عم نعمل واجبات ناتجة هالنبتة هيدا ومثل هالأيام فينا نوقف نعطي مغازيات يعني فينا نبلش نريح النبتة إذا كانت صحتها منيحة لكل النبتات في هالوقت ثلاثت إجمالا فينا نبلش نريحهم نحنا عادة بيئة وتموز يلي هن الأشهر الأكتر شي مش وبين بالسنة منوقف عن تطلق منخاف يصير في عندي حروق وبعدين بالشتة يلي هي بتمتد من تشرين تاني لاشباط كمان منوقف لحتى نريح النبتة خليها ترجع بعدين تقلع بشباط بشكل جيد ما بيننا بين فينا نمرق شوية مغازيات وهذا الشي اللي عملناه خلال هالفترة لحتى مثل هي صيانة أو فترة لتقطع الشتوية فإذا هلأ فينا أنه منحة مغازيات أبدا للكلاتية ولكل النباتات يلي صحتها منيحة إذا كان عندي نباتات عم تصفر أو كانت قبل تعبانة مريضة وعرفنا نصحح شو هو الخطأ وبديها ترجع تضل بصحة منيحة فينا بعد أعطيها مرة مغازيات تحت اللي يرجع نقطع عنا خلال فصل الشتوية هلأ طريقة كيف منزرع الكالاتية لأنه من النباتات اللي منقدر أنه نكترها نحن هينة منا من النباتات الصعبة هي بطريقة الفسخ مبارح كان عنا سؤال دمن نهار التنين أسئلة نهار التنين كيف ممكن أنه نزرعها إذا كان عم بيحضرونا أصحاب السؤال يعني عدة وراء عم نشوف عدة وراء في عندي ما بعش إذا ما حيكونوا مبينين الكالاتية بتطلع بشكل بوكيات بقلب التراب بتشوفي في عنديك مجموعات من الوراء مع بعضهم هيدول هنين يلي بيتاخدوا كلهم سوا مع التراب طبعون بينقصموا لازم أنه الشروش تجي كمانا أن أقدر نخدها معهم للجزور والتراب تحت لنزرعها عادة يعني بتشد قلبك ولا بتقصي بالسكين بتقصي بالسكين وبتشيل الشروش أو إذا بديك على مهل إذا فيك تفصليهم عن بعد إذا كان كتير مشابكين ببعضهم نقدر أنه نستعمل السكين قد ما فينا نجرب أنه الجزور القريبة من الوراء تضل ماسكة بالوراء لحتى ما نخسر طريق أو مسلك أنه الماء والمغازية توصل على الوراء لحتى لتغذيهم عادة هيدا الطريقة بتنجح بأي وقت من السنة بس الوقت الأفضل هو فترة الربيع لأنه منكون كتير حركنا النبدة غير نيلة الشروش تبولة بدي فترة تكون عم تنمى كتير بسرعة لحتى اللي تعود هالخسارة يلي عملنا لها وبالتالي عادة أفضل شي نسرعة بشهر أدار حتى مش شباط يعني مش مع أول ما نبلش نسرعة لا حتى يكون فعلا قلع الموسم يلي هي بتعطي فيه نمو جديد وأوراق جديدة وبالتالي كمانا جزور جديدة بس ضغري بس حتى نبلش نشوف سافي عندي وراء جديدة منعتبر أنه مشيت قلعت ونجحت طريقة الزرعة يعني بفتكر أنه تنحط وينما كان هيدا الألوان كتير كلنا منحبها يعني ما عليا أي مشكل والهال يعني الحجم يلي بتاعتي كمان فيها تعبي بما أنه اليوم عم نقول منحط نبتة واحدة بزاوية مظبور ما بق فيها هيدول الألوان جموية اللي كنا قبل نحط فيهم ست سبع نبتات مظبور وإذا بدنا نحط أكثر من نبتة بالبيت عادة نختار لون واحد للبويت منختار اللون اللي بيناسب وفينا أنه نحطهم مجموعين بزاوية معينة بس يكونوا عندهم يعني اللي بيجمعهم هو أو النوعية البو تكون موحدة أو اللون يكون موحد وساعتها نصير نلعب على الغلو نبتة تكون أعلى نبتة تكون أوطى منها بس أكيد أنتبه يكونوا كلهم ينحطوا بزاوية المكان كل واحدة بيبو أفضل قبل كانوا ينحطوا كلهم بنفس المسايحة وصير هيدا نسقت هيدا لأ هيدا شو بعمل هيدا ماتت هيدا كذا مظبوط بس هلأ يعني من ناحية التراند الديكار هو أنه منحطها كل واحدة بيبو أفضل يعني منحظنا أنه هيك لأنه بيصير أسهل طريقة العينية المكان الأفضل أنه نحط فيه الكلاتية وأنواع من النبتات يلي هي بتحب لرطوبة عادة هي الغرف يلي أكتر شي فيه رطوبة يلي هي المطبخ لأنه على الطبخ بيصير فيه كثير بخار وهذا ما كان إذا كان عندنا محل إذا عندنا محل لأنه ما بدنا إيها كمان تزرقنا بالمطبخ أو بالغرف الحمام إذا كان فيه غرف حمام واسعة كمان لأنه الضوء كثير مني سبعة تتمكن كثير مدواية وبزاية الوقت فيه عندك الارطوبة يلي هي بحاجة لقلها وحلو أنه يكون بهيك غرف فيه كمانا هل توش الحم نحن منصير بالمطبخ أنه أقل محال لأ بليز فضول لأنه بدنا نشتغل وبدنا نحط وإلى آخره مرسي كيندا نرجع من شوفك أكيد قريبا ضمن نبتات جديد واللي عنده أي سؤال دايما تعرفونه فيكن تتصلوا بكل فقراتنا وتبعتولون دايما أسئلتكن والصور عبر الرقم الخاص للواتس أب حتى هيك أحيان بالنسبة لألكون خليكم معنا كمي مويرا بريك ومنجا ننتبه ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا